قل أنا من رجال الأمن ولله الحمد وسؤالي يقول هل يجوز لنا قتل هؤلاء الفئة التي قامت بالأعمال الرهابية وهناك من يقول هذه فتنة ولا يجوز قتلهم لأنهم مسلمين هذا كلاما باطل الذي يقول لا يجوز قتلهم هذا كلاما باطل وربما أنه منهم قامت عاطفا معهم الذي ما يندفع شره إلا بالقتل يقتل إذا لم يندفع شرهم إلا بالقتل فإنهم يقتلوه دفعا لشرهم وله بشرهم عليكم فقط على رجال الأمن فقط بل شرهم على المجتمع كله فهؤلاء إذا قاوموا وشهروا السلاح فإنه يجب قتلهم أما إن استسلموا ولم يشهروا السلاح واستسلموا فلا يجوز قتلهم بل يقدمون للمحاكمة والنظر في أمرهم لكن إذا شهروا السلاح فإنه يجب قتلهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين وجاء في الصائل أنه إذا لم يندفع إلا في القتل فإنه يقتل نعم أحصل الله إليك أقول السائل وهؤلاء الذين يخذلون ويشجعون هؤلاء الخوارج ويدافعون عنهم عليهم أن يتقوا الله عز وجل إن كانوا جهالا يجب عليهم السكوت ولا يتكلمون بما لا يعلمون وإن كان عندهم علم وخالفوا العلم فهم على خطر عظيم أن يشاركوهم في الإثم لأنهم إذا أثنوا عليهم ومدحوهم شاركوهم في الإثم ولو لم يشاركوهم في الفعل شاركوهم في النية شاركوهم في النية وبرروا فعلهم فيكون حكمهم حكم نعم